ينبغي للعبد أن يكون راجياً لرحمة الله عز وجل فإن الله عند حسن ظن عبده به عليه أن يكون عنده أمل عظيم في مغفرة الله عز وجل وفي رحمته ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أرأيتم أعظم من هذا الفضل وفتح باب الرجاء وفتح باب سعة رحمة الله عز وجل لكن انتبهوا إلى الشروط التي جاءت في هذا الحديث العظيم وهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح انظروا إلى ما جاء في هذا الحديث إنك ما دعوتني ورجوتني فذكر الدعاء وذكر الرجاء من أراد الله له خيرا فتح له باب الدعاء وباب الدعاء من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى لأن الداعي يُظهر حاجته وفقره ومسكنته لله سبحانه وتعالى يُنزل حوائجه عند الله عز وجل يعلم أنه لا يقضي الحاجات إلا الله عز وجل يعلم أن الله رحيم يعلم أن الله غفور يعلم أن الله ودود ولهذا من فتح له في الدعاء فتح له في كل خير والله عز وجل يغضب على العبد الذي لا يدعوه فإن الدعاء من أعظم أنواع العبادة لأنك ترجو رحمة الله عز وجل وتتجه إليه بالدعاء وتدعوه بأسمائه وصفاته فأنت تجمع في الدعاء بين الثناء على الله عز وجل والثناء على الله عز وجل بما تمدح به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتظهر ذلك لله تبارك وتعالى وهذا أساس العبودية أن تكون ذليل لله عز وجل أن تكون خاضع لله عز وجل أن تكون منيب لله عز وجل ما دعوتني ورجوتني وهذا الرجاء هو حسن ظن بالله عز وجل فإن الله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك ولهذا فتح لك هذه الأبواب الكثيرة باب رمضان باب الحج باب العمرة عمرة في رمضان تعدل حجه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حج معي عمرة في رمضان فتح لك أبواب خيرات كثيرة فتح لك التقرب إلى الله في وقت السحر يوم تناجي الله عز وجل في هدأة الليل وتدعوه فهذا ما فعل ذلك بك إلا لترجو ما عنده ولهذا لا بد أن يكون الإنسان عظيما رجاء في الله عز وجل وعظيم الحرص على مرضات الله عز وجل